تعالوا نروح لوزارة الطيران المدني ومرشح لها طبقاً للمصادر الحقيقة السيد سامح أحمد زاكي الحفني احنا بنتكلم على رجل محترم ده فعلاً مش هزار والكل يتحدث عنه بكل خير طول الوقت ده أولاً طيب لكن خلينا نروح للكلام الجد اتخرج من باكاليريوس علوم الطيران أو حصل على باكاليريوس علوم الطيران وشغل مجموعة من الوظائف أولاً كان مندوباً لمصر بالمنظمة العامة للطيران إيكاو ثم رئيس أيضاً لسلطة الطيران المدني السابق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية كويس وسيد سامح مرشح لهذا المنصب بناءً بالمناسبة على سي في أيضاً أو سيرة ذاتية كانت الحقيقة مليانة بكل النجاح فيما هو أداره أو في أي ملف كان تحت يده ولنا بقوله ده تاني احنا بنتكلم على ترشيحات بعض البرامج ممكن حضرتك تفتح برنامج ما على قناة ما فيقولك أنا عندي معلومات مؤكدة لو سمحته يا جماعة كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ترشيحات موسيقى